موسيقى نشاط ثقافي تقليدي تشهده جامعة تشرين سنوياً من خلال معرض الكتاب السنوي ليكون الكتاب في متناول أيدي الطلاب وزارة الثقافي خلال كل سنة من كل عام خلال الشهر بتعمل معرض شهر الكتاب السوري يتضمن هذا المعرض كل الإصدارات التابعة الهيئة السورية للكتاب الإصدارات عم بتكون متنوعة إصدارات أدبية ثقافية شعر قصص قصيرة ممكن يكون فيه مجالات بالسياسة في عنا قسم كتير منيح لأدب الأطفال قصص الأطفال في عنا كمان أقسام تضمن التاريخ الجغرافية الروايات المترجمة والروايات لكتاب سوريين وفي عنا قسم كمان يرعى أنه الفن السابع والسينما والمسرح هاي الأقسام كلها أو هاي المجالات كلها هي عم بتكون دائما نحنا عم نحاول نحصرها للإصدارات الجديدة خلال معرض الكتاب وجودنا نحنا بالجامعة كتير عم بيسهل على الطلاب إنه أولا موجودين ضمن المكان اللي هني دوامهم محاضراتهم وجودهم فبيجي الطالب يشوف الإصدارات الجديدة شو بيفيده إن كان لدراسته إن كان لإهتماماته الميوله والشي اللي منيح إنه في عنا نحنا دائما حصومات يعني نحنا السنة عنا حسم 50% لكل إصدارات الكتب اللي عم تكون من 2020 وما بعد المعارض بتقدم أسعار كتير مناسبة في حصومات بتوصل إلى 50% ونحنا كطلاب دراسات دائما متواجدين هون بالكلية فكتير هاي المكتب مفيدة جدا لإنا بيجينا هون أحيانا بس إنه بدور عالشي إني أنا محتاجته يعني حسب أنا شو كل مرة محتاجة أو بدي فبيستفيد منهم يعني هم تلاقي طلبك دائما هون؟ دائما متلاقي طلبي و يعني يعني شي بيناسبني والسعر البيناسبني طبعا بصراحة يعني أعز الطلب كون أحنا طلاب آداب وطلاب الآداب أكثر طلاب هنهم بيقرؤون هلا أنا كطالب آدب إنجليزي أنا بدور أكتر شي عل هلأ أنا محتام بالآداب العربي بس بفتش أكتر شي عل روايات مترجمة يمن Tiangeley'si أو من الفرنسي للعربي عم تلاقي طلبك هون؟ غالباً والحلو أنه اللي بيشجع أكتر يعني أنه الكتاب بنصف السعب إله أهمية كتير بالمراجع بالأسعار توفير كمان فينا نوفر وقت يعني إذا كنا هم بالجامعة فينا نشوف نوفر إنترنت وللوقت هناك علاقة حميمية بين الورقة بين الكتاب والباحث نتمنى أنها ترجع أنها تعود ولا سيما أنه هون أسعار الكتب كتير 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 زهيدة فيعني له أهمية بالغة نتمنى أنه كل الطلاب تأخذن هون تشوف تقرأ الطالع تثري ثقافتها معرفتها بيؤدي لغنى بعمل الأكاديمي بالنهاية يعزز المعرض حضور الكتاب الورقي وثقافته وترويجه بأسعار رمزية ليكون متاحاً وقريباً من الجميع